لازم نتأكد يا سادة أن مهارة القيادة الزواجية دي مش بتيجي بالتمني ولا بتيجي بالأفكار هي محتاجة وقت ومجهود محتاجة جهد دي إحنا نمرسه فمهارة القيادة الزواجية تحتاج إلى وقت ومجهود ونحتاج إن إحنا نعيش بيها ونحتاج إن إحنا نستمر بيها والالتزام بتحسين العلاقة بشكل دائم ويمكن يكون المجهود اللي إحنا بنبذله ده في تعزيز التفاهم والسعادة هو أعظم ما نستثمر به حياتنا الزوجية لو مشينا بالعشر معاني دي عنا نحصل على قيادة للزواج نحو مدد الله وجمال الله وسعة الله ومودة الله وكمان في رضا الله سبحانه وتعالى يا رب نهمنا إن إحنا نقود بيوتنا إلى الرحمة والمودة والسكينة والسعى والفضل يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ألهمنا الرشدة في كل وقت وحين